حصلت واحة بريدا على أول بصمة مائية معتمدة دوليا على مستوى العالم وأول بصمة كربونية معتمدة دوليا في الشرق الأوسط وأوروبا وذلك في وقت توشك فيه على إكمال عامها الأول منذ أن دشنتها شركة المياه الوطنية التي تصفها بأحد أهم مشاريعها المتعلقة بجهود الاستدامة البيئية تقرير البصمة الكربونية الذي اعتمد من البورد الألماني كشف خلوة الواحة من الانبعاثات الكربونية بل تحولها إلى خزان عملاق لامتصاص الكربون من المنطقة المحيطة بها الغلاف الجوي بمعدل 12% لكل عام